شهدت مصر ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الشمول الرقمية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة هذا وقد ارتفع نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالية وذلك في عام 2020 ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات شهدتها مصر خلال العشر سنوات ماضية مع إدراق حقيقة أنه لا يمكن لأي بلد تحقيق التنمية المستدامة وأحراز التقدم دون وجود قوة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى خدمات الهاتف المحمول ارتفعت نسبة المشاركين الذين يحصلون على تلك الخدمات من 76 مليون مستخدم في عام 2010 إلى 96 و 19 مليون مستخدم في 2020 كما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الانترنت من 23 و 12 مليون مستخدم في عام 2010 إلى 55 مليون مستخدم في عام 2020 ما كان لذلك أن يتحقق دون تطبيق خطة طموحة لتحديث البنية التحتية للاتصالات في مصر والتي بدأت بإحلال كابلات الفايبر بدلا من الكابلات النحاسية وقد شهدت العشر سنوات الماضية أيضا إطلاق خدمات الجيل الرابع رسميا في مصر في سبتمبر 2017 لتنضم مصر بذلك إلى مصاف الدول المقدمة لتلك الخدمات وهو الأمر الذي رفع مؤشر مصر في التقارير الدولية كذلك تعد المبادرة الرئاسية مصر تصنع الإلكترونيات خطة مصرية طموحة للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات من خلال إنشاء ثلاثة مجمعات للمعامل الإلكترونية المتكاملة كل تلك الإنجازات ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث ارتفعت عدد الشركات العاملة في ذلك القطاع من 3813 تشاركة في عام 2010 إلى 8019 تشاركة في 2020 وما زال العمل جاريا على قدم وصاق لتعظيم استفادة مصر من التكنولوجيا الحديثة للدخول في سباق الثورة الصناعية الرابعة والتي تسمى الثورة المعلوماتية لتعود مصر إلى تبوء مكانتها كدولة رائدة في نطاقها الإقليمي والأفريقي والدولي ترجمة نانسي قنقر